حج عامر حسين مساء الفل يا حج عامر ناصر إذا حضرتك لعلك بخير يا نجم المسابقات الوطن العربي ربنا يبارك فيك وتحياتي لكابتن جمال والدكتور عطية والكابتن محمد رمضان نتمنى يكون حصادي النشئين عجبك يا حج عامر لا كل حالة أحسن من اللي أبلاك الحمد لله ربنا يخليك ومشكرك تصوير أحسن واللقاءات قويسة الحمد لله بشكرك على دعمك وعيز أقول الحج عامر حسين داعم قوي لنا في كل ما نقدمه وخوصا في دور القطاعات ودور الجمهورية للنشئين ودور القطاعات كمان اللي لست عن غطيه لأنه بيوفر لنا معلومات يعني ولا يبخل عنا أبدا بالتعاون ليلة نهار على مدار 24 ساعة حج عامر يمكن سؤال ملح هل هناك تأجيل في دور المحترفين به أو القسم الثاني المجموعة الأولى الذي ينطلق غدا 24 تسعة لا إن شاء الله ما فيش تأجيل ومبارات المعادة ونبدأ يوم الحد بمباراتين متوقع أن تبقى مبارات قوية جدا ونتمنى لكل الفرق والأنديات توفية إن شاء الله حرس الحدود أبوير للأسمدة الساعة أربعة بستادي الماكس للساعة ستة السكة الحريض لا فيلنا وجاءني أن أون طايم سبورت ستزيع المباراتين بإذن الله غدا الأحد أه طبعا لازم نشكر للشركة المتحدة وأستاذ أسامة الشيخ ومحمد بياحيا طبعا محمد بياحيا رئيس شركة المتحدة للرياضة والمحترم الكبير أسامة الشيخ المشرف العام على الرياضة على التعاون وكل ما يقدمون أكيد طبعا عشان حرصهم إنهم ينقلوا المباراتين دورك في بداية المسابعة برغم اللي نعرف طبعا إن المساحات بنزالهم دقيقة جدا في قصرة البرامين عندهم وجود قناتين بس في القناة الثالثة المبارات شي موجودة فنجد نشكرهم طبعا شكر كبير على الدعم والدفعة اللي حيدوها للمبارات تحت الدورة إن شاء الله يوم الاتنين عندنا يا جماعة أربع مباريات والالتلات عندنا أربع مباريات النصر للتعجين بترول أسيود بتروجيت أسوان النجوم مكادي وطنطة ورايا واتكرنس والمصرية الاتصالات وجمهورية شبين وغزل المحلة وبروكسي والقناة ووادي ديجلة ومصر المقصة الثمان مباريات أيتلعبوا على يومين وخليني برضا أقول لكم حصريا قناة الشمس ستصور العشر مباريات فبهني زملاء المرسلين والمعلقين الذين سيتواجدون في المباريات ومن هنا بشكر حضرتك أهج عامر جدا لسه كنت بتكلم معاك على أليات دخول القنوات الناقلة وبشكرك على التعاون فيما يخص دخول مرسلي ومعلق لقناة الشمس على المباريات العشرة لا طبعا احنا لازم نشكركم وباشكر حضرتك والدكتورة سميرة بقناة الشمس كلها لأن الحقيقة انت عملتوا حالة وما بقاش بقى دور الزل زي الأول إن الوقت الدوري كله متشاف ولازم أشكركم برضو على اللي بتعملوه مع الناشئين والشباب إن بقيت العقيلات كلها وأولاء أمور اللاعبين بيستنوكوا كل يوم جمعة عشان يشوفوا اللقصات واللقاءات والحوارات والمدربين بقوا معرفين بعضه كلهم وكل واحد بتطلع على نتاج التاني وشغل التاني ودلوقتي في ناس بتاخد حقه يعني الأول كان المباريات الناشئين بتطلع ما حدش حاسس بالمدربين وأنا عارف مين المدرب بتاع النادي دوت دلوقتي انت تركوا الضوء على كل مدربين ورؤساء القطاع فأنا بشكركم طبعا على الاجتماع ده يتبقى معايا سؤالين السؤال الأول جايلي يمكن من أول الحلقة لماذا تأخرت عقوبات مباراة الزمالك وبراميدز وما حدث بعد المباراة وفي نفس الوقت الناس في بورسعيد بتتكلم عن حالات فردية أو جماعية لسب المصري وجمهور بورسعيد في مباراة الأهلي والمصري فهل هناك جديد في هزين الملفين حق عامل؟ أنا سريعا طبعا مش هاد أخذ من وقت المشيئين والشباب إنما طبعا أخر لقاء كان في الجولة كان مبارح وبالتالي النهاردة الجمعة فبكرة إن شاء الله كل العقوبات بتاعت الجولة بجميع المباراة هتتأخذ إن شاء الله ونعلنها يعني إن شاء الله بإذن الله ستناقش أو ستناقش أو ستدرس تقارير المرأبين والحكام بعد ساعات السبت وستعلن مساء السبت سواء فيما يخص مباراة الأهلي والمصري إن كان هناك مخالفات أو ما حدث من تجاوزات أو خروج عن النص بعد مباراة الزمالك وبراملز من الأجهزة الفنية هي الجولة بالكامل بنشوف التعرير ويمكن المباراة المباراة حيكون التعرير وصلت بكرة إن شاء الله لأن التعرير بتوصل خلال 48 ساعة فبالتالي النهاردة كان يوم عطلة في الاتحاد فبقرة أكيد تعرير الحكام كلها تبقى كاملة من البارش ناخد قرارات قبل تعرير الحكام ما تيجي حتى لو المرأبين كتبين حاجة لازم ننتظر تعرير الحكام لأنه ممكن تبقى فيه عقوبة أو مخالفة على نفس الشخص فيه عقوبة في تعرير المرأب فبالتالي نفعش ناخد عقوبتين فبالتالي ناخد العقوبة الأكبر فلازم ننتظر كل التعرير سواء حكام أو مرأبين أشكرك شكرا جزيلا حق عامر حسين المشرف العام على المرسبقات أدوى مجلس الاتحاد المصري لقرة القدم ولت يا جماعة طلعونا على الشاشة استربات بهذه الانفرادات المهمة وانت يمس بورت تنقل أولى مبارتي دوري القسم الثاني المجموعة الأولى والمعروف إعلاميا بدور المحترفين ألف ما بين حرس الحدود المباراة الأولى الساعة أربعة غدا الأهد إن شاء الله في استاد المكس والمباراة الثانية السك الحديد ولضينا من استاد السك الحديد الساعة 6 قناة الشمس ستكون موجودة في العشر مباريات حد واثنين وثلاث وانصور لكم العشر مباريات ويكون عندنا حصاد رهيب انتظروا من خلال نجوم من العيار السقيل وفقرة تحكمية جبارة مع الكابتن واجي أحمد والأفضل ومنتخب الإسبوع مع سامح الفيومي وأحلى الأهداف في الجولة مع خبيرنا الفني الكابتن عمر عامر بإذن الله نقدر نقدم لكم موسم يليق بيكم والشاء مستمر هل لديكم أي تعليق يا جماعة على هذا الملف؟ عايز بس أحيل حاجة عامر حسين الحياة على إصراره على فرض سياسة لجنة المسابقات على مباريات الناشئين وعدم الخضوع للاتفاقات اللي تمت ما بين الأندية عايز برضا أقول له إن هو بيدفع ضريبة العمل العام لأن فيه ناس كتير قوي كل اللي ما تعملش مع الحاجة عامر حسين على المستوى الشخصي يعرف إن صعوبة وخطورة إجراء المسابقات فيه معايير كتير جدا مش عملية اثنين فرقتين بيلعبوا بعض ده فيه فرق محظورة تلعب في أماكن معينة فيه فرق بتلعب على ملاعب معينة فيه ثلاثة أربع فرق النازم تلعب في يومين فيه تقارير الجداول بتاعت الإتحاد الإفريقي الارتباطات بتاعت المنتخب المصري الارتباطات بتاعت الأندية الإفريقية اللي بتلعب زي الأهل والزمالك العملية صعبة جدا 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 ففيه ناس هوايتها بس النقد لكن لما تيجي تقعد على الكرسي اللي بتشتغل عليه هتلاقي إن فيه محكات كتيرة جدا إنت مش واخد بالك منها فلابد إن إحنا ننوي عشان ما يبقاش النقد عالفادي وعالمليان وإحنا بنقعد نهيل الطراب على ناس بتشتغل ليل النهار زي ما بيبقى فيه نقد بناء إحنا برضو ما بنستحملش النقد الغير الهدام اللي هو عمالين ننقد الناس وخلص إحنا الاتحاد المصري لكرت القدم عنده أخطاء عنده أخطاء كلنا عندنا أخطاء بس إحنا ده الشيء الوحيد اللي هو عمدوه الزهير جماهيري اللي الناس بتحب تنتقده لما يكون في حاجة صح وناس بتتعب في حاجة معينة لابد نشيد وإحنا أول ناس بننقد لو في حاجة غلط مش هنحط رأسنا في الرمل زي النعم ونقول إن في حاجة صح وهي غلط فأنا من هنا بحب أوجه التحية للحاجة عمال حسين لأنه هو الفترة اللي فاتت دي الحقيقة كان عليه ضغط كبير جدا وكان عليه ضغوط وكان عليه اتهامات كبيرة جدا وهو الحقيقة بيعمل في صمت وفي الأول وفي الآخر شوف فترات طويلة جدا وجيه على لجنة المسابقات دي ناس كتيرة جدا أكتر واحد استمر أكتر واحد قدر يدير المسابقة فترة الكورونا ولم نعم باشا باشا فشلت اللجنة فشلت فشل زريح عموما ما تقدمه قناة الشمس هي خدمة للقرى المصرية وانتظام المسابقات والحصاد اللي بنقدمه لكم تباعا يشهد على نجاح اتحاد القرى برئاسة جمال علام في هذا الإطار وعامر إسين ودايما بقول الاختلاف انت بتبصله من اللون اللي انت بتشجعه فعاكن كده بيتحول الهجوم ولكن لو أعدت وشفت الدنيا فيها ايه وتعرفت على خبايا أمور كثيرة ستعلم ان الناس يتعمل لها تماثيل انها بتطلع المسابقات بهذا الانتظام وبالتبعية لازم حيي المحترم صديق العزيز النائب أحمد دياب على عودة الدور لقوته وانتظامه من الإسبوع الأول ترجمة نانسي قنقر